اهلا بكم الى الظهيرة من الميادين وفي عنوينها لليوم هنيا في العاصمة المصرية على رأس وفد من قيادة حماس وكبير مستشاري بايدن الى القاهرة وتل ابيب هذا الاسبوع المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال في حي الزيتون قصف عنيف على النصيرات الجيش الاسرائيلي يقر بمقتل احد جنوده في معارك خان يونس المقاومة الاسلامية في لبنان تعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال في ثقنة رميم وغارات اسرائيلية على عدد من البلدات الحدودية الجنوبية محكمة العدل الدولية تستانف الاستماع لمرافعات الدول بشأن عواقب الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين جنوب افريقيا تعد افعال تل ابيب في غزة شد فضاعة من الفصل العنصري في الظهيرة الموجز الاقتصادي مع عبدالله ظاهر مساء الخير فتون في اقتصاد الظهيرة لليوم الامم المتحدة تحذر نقص الغذاء والدواء وشرب المياه الملوثة ينشر الاوبئة والامراض في قطاع غزة وموجز اخبار الرياضة في الظهيرة مع علي خليفي مرحبا مالك مرحبا ملحم في اخبار الرياضة في الظهيرة التضامن مع فلسطين يجمع نجوم الماضي والحاضر في ايرلندا ودعوة الى وقف فوري ودائم لاطلاق النار في غزة هذه العنوين السياسية والاقتصادية والرياضية نتابعها في هذه الظهيرة ونبدأ بالملفات السياسية نسهل الظهيرة من الزيارة التي بدأها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الى القاهرة وفي هذا الاطار اكدت حماس ان رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية وصل الى العاصمات المصرية القاهرة صباح اليوم واوضحت الحركة في بيان ان هنية وصل على رأس وفد من قيادة حماس لاجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن الاوضاع السياسية والميدانية في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة كذلك سيناقش وفد حماس الجهود المبذولة لوقف العدوان واغاثة المواطنين وتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني مصدر خاص بالميادين كان قد اشار الى ذلك مضيفا ان وفد حماس يضم القيادية في الحركة خليل الحية يزور بريت مكورغ كبير مستشارية رئيس الامريكي جو بايدن لشؤون الشرق الاوسط مصر وتل ابيب هذا الاسبوع لاجراء محادثات حول العملية المحتملة في رفح وفق ما نقل موقع اكسيوس عن مسؤولين امريكيين واسرائيليين الموقع قال ان من المتوقع ان يلتقي مكورغ كمدير جهاز المخابرات المصرية عباس كامل ومسؤولين مصريين اخرين يوم غدا الاربعاء على ان يلتقي يوم الخميس نتنياهو وغالانت ومسؤولين اسرائيليين اخرين وافق اكسيوس ستركز المباحثات ايضا على مفاوضات تبادل الاسرة ميدانيا وفي اليوم السابع والثلاثين بعد المئة لبدء العدوان على قطاع غزة يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر حيث استشهد عدد من الفلسطينيين واجرح اخرون في قصف عنيف على المخيم الجديد غربيا مصيرات وأسطى قطاع غزة وفيما سجلت مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي الزيتون حيث تحاول آليات الاحتلال التواغل استهدفت مدفعيته جنوب شرق دير البلح كما طلب جيش الاحتلال سكان حيي الزيتون والتركمان بالتوجه الى المواصي كذلك اطلقت المروحيات الاسرائيلية نيران رششاتها وقنابل دخانية باتجاه منطقة دوار الكويت في شارع صلاح الدين وارتفعت حصيلة شهداء العدوان على قطاع غزة الى 29.195 والمصابين الى 69.170 منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة وفادت الوزارة بأن هذه الحصيلة جاءت بعدما أسفرت تسع مجاسر ارتكبها الاحتلال عن استشهاد 103 أشخاص وإصابة 142 خلال الساعة الأربع والعشرين ساعة الماضية تحدثت تقرير اليومي للوزارة عن شهداء وجرحة تحت الركام في الطرقات في ظل منع الاحتلال فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليها أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتين ميركافا بقضائف الياسين 105 في محور التوغل جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بدورها عرضت كتائب شهداء الأقصى مشاهدة لطائرة مسيرة من طراز كواتكوبتر جرى إسقاطها والاستلاء عليها في شمال غزة وبحمد الله تعالى تمكن المقاتلين في كتائب شهداء الأقصى لواء العمودي بإسقاط طائرة من نوع كواتكوبتر وبحمد الله تعالى حصلنا ما بيداخلها على معلومات دقيقة ومهمة إنه لجهد الجهد نصر أو استشهاد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أقر جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده متأثرا بجراحه الخطرة التي أصيب بها في المعارك مع المقاومة في خان يونس وبذلك ترتفع حصيلة قتل الجيش الإسرائيلي في غزة إلى 575 وإلى ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس هيئة الأركان العامة حدد الأيام المقبلة لبدء التحقيقات الداخلية في أحداث السابع من أكتوبر والحرب في كل وحدات الجيش الإعلام الإسرائيلي نقل عن هاليفي أن التحقيقات ستستمر نحو ثلاثة أشهر وأن القرار اتخذ لأن الوضع العملاني في الحرب الآن يسمح بالبدء بالتحقيقات الكشف عن الوثيقة التي عرضها عضو كابنة الحرب جادي أيزن كوتا بشأن مسار الحرب الإسرائيلية على غزة وأهدافها يتقاطع مع حديث المحللين عن غياب الإنجازات العسكرية وصعوبة تحقيق أهداف الحرب كما أعلنتها الحكومة الإسرائيلية منال إسماعيل المراوحة في الميدان وغياب الإنجازات العسكرية الحاسمة في الحرب الإسرائيلية على غزة قابلهما الكشف عن رسالة تحذير بعث بها رئيس هيئة الأركان العامة السابق والعدو في كابنة الحرب جادي أيزن كوت إلى أعضاء كابنة الحرب الآخرين تتضمن قراءة لأهداف الحرب على غزة وكيفية مواصلتها في الوثيقة التي حملت عنوان غياب القرارات الحاسمة في الحرب وجر الحفاظ عليها سراً لأكثر من أسبوع كتب أيزن كوت بعد أكثر من أربعة أشهر على الحرب وفي ظل تجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة هناك صعوبة متزايدة في تحقيق أهداف الحرب لقد تعثر المخطط الإسراتيجي للحرب وهو يهدد عملياً تحقيق أهدافها كما يهدد الوضع الإسراتيجي لإسرائيل أيزن كوت الذي رأى أن أهداف الحرب لم تتحقق في معظمها انتقد رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وحديثه عن تحقيق النصر المطلق كلام أيزن كوت لا يقل عن لائحة اتهام وهو يقول عملياً أنه منذ ثلاثة أشهر لم تتخذ قرارات حاسمة وإن الحرب تجري وفقاً جازات تكتيكية من دون تحركات كبيرة لتحقيق إنجازات إسراتيجية كما أنه ينتقد نتنياهو بشكل ساخر واستخدامه مصطلح النصر الكامل الذي صاغ محللون أشاروا إلى أن الحرب في غزة تحولت إلى مستنقع بات يمثل معضلة بالنسبة إلى المؤسستين السياسية والعسكرية ولسيما في ظل غياب القرارات الحاسمة والقدرة على رسم صورة اليوم التالي والأهم من ذلك كله وفقاً لهم تغليب المصالح الشخصية في اتخاذ القرارات للتهرب من المسئولية عن الإخفاق الكبير منال إسماعيل الميادين وينضم إلينا مراسلنا أكرم دلول من رفح أكرم ضعنا في صورة آخر التطورات والمسجدات لو سمعت دعنا نبدأ ملحم من الاعتداء الإسرائيلي المستمر على المستشفيات هنا في قطاع غزة والمعلوم بأن إسرائيل تمارس حرب تدمير واضحة ومكتملة الأركان بحق هذه المستشفيات آخر ما ورد وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال قامت قبل قليل بقصف الطابق الثالث من مستشفى الأمل التابع للجمعية هذا المستشفى إسرائيلي استخدمت المرضى والجرحى دروعا بشرية فيه لعدة أيام قصفته واعتدت على الطواقم الطبية وأيضا اعتقلت عددا منهم وأكثر من مرة تعرض للاستهداف حتى من خلال رصاص المسيرات والآن يتم قصف الطابق الثالث من هذا المستشفى وفق الأنباء تم تدمير غرفتين على الأقل داخل هذا الطابق وعملية القصف تزامنت مع قصف آخر سادف منزلا مجاورا لمشفى الأمل في وقت كان يتوجد فيه مسؤولي وكالة الأنروة إلى جانب طبعا مدير المستشفى على معلمنا في ساحة هذا المشفى الاعتداء على مشفى الأمل يندرج إذن في إطار الاعتداء المستمر على المستشفيات كما أشرت مشفى ناصر ما زال يتعرض للعدوان وما زال فيه قرابة 118 من الجرحى والمرضى والأطفال الخدج بلا أدنى مقاومات الحياة أو العلاج هؤلاء كلهم محاصرون يرافقهم بعض الأطباء مع العلم أن إسرائيل اعتقلت معظم الأطباء في مشفى ناصر والكوادر الطبية بمن فيهم مدير مشفى الجراحة الدكتور ناهد أبو طعيمة وزارة الصحة قالت اليوم أن جيش الاحتلال ما زال يحول مشفى ناصر إلى ثكنة عسكرية يتم إطلاق النار باتجاه كل من يتحرك داخل المستشفى أو في محيطها الذي يتعرض أيضا إلى القصف من المدفعية الإسرائيلية تحديدا الغارات الإسرائيلية ما زالت مستمرة على شرقها نيونس وجنوبها الشرقي وكذلك غرب المدينة حيث تخوض المقاومة قتالا ضاريا مع قوات الاحتلال على كل محاور التوغو الرفع كانت خلال الساعات الماضية على موعد مع جريمة إسرائيلية جديدة من خلال قصف منزل على رؤوس من فيه شرق المدينة وأيضا المنطقة الوسطى يعني ما زالت الغارات الإسرائيلية فيها عنيفة كانت آخر هذه الغارات تلك التي سهدفت مربعا سكنيا يتألف من عدد كبير من المنازل في شمال مخيم النصيرات بالقرب من مسجد حسن البين البنة الحديث يدور عن نقل شهيد واحد لكن عن أن هناك عشرات المفقودين ربما يكونوا شهداء تحت أنقاض البنايات التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية فوق رؤوس الآمنين سبق ذلك بالتأكيد سلسلة كبيرة من الغارات والقصف المدفعي على المنطقة الوسطى بكل مخيماتها مع العلم أن المنطقة الوسطى وتحديدا دير البلح التي تتعرض لأعنف الغارات هي واحدة من المناطق التي يفترض أن تكون آمنة وبالتالي فيها قرابة ربع مليون نازح من المشردين بفعل العدوان مدينة غزة كذلك ما زالت تتعرض إلى قصف إسرائيلي مركز وعنيف من الطائرات ومن المدفعية تم استهداف عشرات المنازل في معظم أحياء مدينة غزة تزامنا مع عملية التوغل التي تقوم بها قوات الاحتلال في المحور الجنوبي من حي الزيتون الجيش الإسرائيلي وصل إلى منطقة شارع 8 هذه المنطقة بالتأكيد كان قد وصلها جيش الاحتلال من قبل وانسحب تحت قوة ضغط ضربات المقاومة والآن يعيد جيش الاحتلال الكرة مرة ثانية على ما يبدو في محاولة لتحقيق ما عجز عن تحقيقه في عملية التوغل البرية العدوانية كتاب القسام قالت أنها أطلقت قديفتي ياسين باتجاه دبابتين تتبعان لجيش الاحتلال وكذلك سرايا القدس قالت أنها بالاشتراك مع كتاب المقاومة الوطنية دكت التحشيدات الإسرائيلية في محور التوغل جنوب حي الزيتون برشقات كبيرة من صواريخ 107 هكذا بالتأكيد هي المقاومة ما زالت تسيطر على نساق الميدان رغم كل الحديث الإسرائيلية التي تحاول أن تنسب لجيش الاحتلال أو تنسب له بالأحرى إنجازات ولو كانت وهمية مع العلم أن المقاومة ما زالت ضارية في كل منطقة تحاول إسرائيل أن تدخل إليها أو تعيد الدخول إليها مرة ثانية أكرم دلول شكرا جزيلا لك ثمنت حركة حماس بيان مجموعة من الخبراء الأمميين وثق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية وفي بيان رأت أن ما تضمنه البيان يستدعي فتح تحقيق دولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه دعية إلى اعتماده وثيقة إضافية ضمن ملف الدعوة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وكان خبراء أمميون في الوكالات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النساء قد حثوا على إجراء تحقيق يفضي إلى محاسبة مرتكبية الانتهاكات وضرورة تعاون تل أبيب في التحقيق لجأ النازحون في شمال غزة إلى مركز الرعاية الصحية التابع لوكالة الأونروا في وسط مخيم جباليا الذي يفتقر إلى أدنى المقاومات الصحية والإنسانية ما أدى إلى انتشار عدد من الأمراض في أوساط النازحين تقرير محمود العوضية من شمال غزة نحن هنا في مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا العيادة الصحية في شمال غزة وسط معسكر جباليا هذا المكان الذي يفتقر لأدنى مقاومات الحياة والذي تحول إلى مكان للنزوح خال من أي مقاومات للحياة المدنية والصحية أيضا نحن موجودين في عيادة الأنروا والتاعة المكانة لا فيها مي ولا فيها كهرب ولا فيها حاجة وكل أولاد عينين ومسخونة ولا أكل ولا شرب وبنعاني من كل حاجة القاعدة نحن بنعاني منها إجري مبارح وقعت على وجه متصر الرجلية ثلاثين ومش قادر عمشيس وبعدين لحقناها بالمجاري هذه والحمامات ما فيش حاجة صالحة تبعد فيها أطفال كلهم فيش لهم أكل وصابهم الغرناج اللي هو الصفير هذا وصابهم المرض والنتق والسهال والإحساسية عندهم في السجنهم واش قادر يتحرك ولا لهم حليب متوفر ولا لهم أكل متوفر ولا لهم راحة نفسية حتى الجانس متوفر في حوالي 120 حالة عندنا في الوقاء المصابيين بغرناق اللي هو فانس الكبد الوباي أطفال وفيه بنات كبار وفيه صبايا وفيه رجال كمان نفس القصة بعدين كنت شفت المنظر اللي بره هذا وباء في حد ذاته وهنا ما فيش حدا ما اعتني بينا نهائيا بالمرة وهنا طالب من وكالة الغوث بالعاجل عجل عاجل عاجل جدا لحمايتنا من البروسات اللي بصير فينا بصير في أطفالنا بعدين عندنا وباء يما عندنا رجال مش طبيعي كل اللي هنا كله مريق صغر وكبر مناشدات عاجلة يوجهها النازحون في هذا المكان لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأنروا من أجل إغاثة الأسر الفلسطينية التي احتمت في إحدى مقارها الصحية محمود العوضية شمال غزة الميادين وإلى جبهة شمال فلسطين المحتلة حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجار قوي في صفض في جنوب لبنان أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة رميم بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة هذا واستهدفت طائرات الاحتلال لأطراف بلدتي ميس الجبل وحولة إضافة إلى بلدات الخيام ويرون ويرين والبستان ومروحين وعيت الشعب من جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل الميادين علي مرتضى أهلا بك علي مباشرة نطلع وإياك على كل التفاصيل الجديدة المتعلقة بما يجري في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة نعم فتون يعني دعيني أبدأ بالاعتداءات الإسرائيلية التي اليوم وصل تعداد الغارات الحربية على مختلف البلدات اللبنانية على الحدود مع شمال فلسطين محتلة إلى سبع غارات جوية غارة استهدفت أطراف حولة وغارة استهدفت أطراف ميس الجبل وبليدة غارة استهدفت المنطقة بين يارون ورميش وأيضا على أطراف الضهيرة وعلى أطراف مروحين وعيت الشعب وقبل قليل غارة طيران المسايرة أيضا على منزل في بلدة بليدة بالإضافة إلى تساقط قدائف مدفعية عديدة استهدفت أطراف عديسي الهبري الوزاني الإخيام وأيضا كان هناك دبابة مركبة أطلقت نيران مدفعيتها باتجاه منزل في بلدة عيت الشعب هذا فيما خاصة الاعتدادات الإسرائيلية والتي طبعا لا نخفل قيام جيش العدو الإسرائيلي بتمشيط بالرشاشات الثقيلة باتجاه منطقة الوزاني في القطاع الشرقي أما فيما خاصة عمليات المقاومة الإسلامية فحتى اللحظة تبنت المقاومة الإسلامية عملية واحدة وهي استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة رميم هؤلاء الجنود الذين باتوا يحتمون في الأحراج المحيطة بالثكنات ورميم هي مثال على ذلك طبعا رميم هي هونين اللبنانية المحتلة وهي أحدى القرى السابع هؤلاء الجنود تم رصدهم من قبل المقاومة الإسلامية وتوجيه أسلحة صاروخية باتجاههم ما أدى إلى إصابتهم ووقوعهم بين قتيل وجريح إلى ذلك تحدث الإعلام الإسرائيلي كما ذكرتم في الخبر عن انفجار في صفد ولكن لا معلومات عن هذا الموضوع بالإضافة إلى ذلك رصدنا أطلق نيران المباشرة باتجاه موقع المرج في القطاع الشرقي أو محيط موقع المرج بالقطاع الشرقي وحتى لحظة لم يتبنى أحد هذه العملية شكر لك علي مرتضى مراسل الميادين كنت معنا مباشرة من جنوب لبنان والزميل علي مرتضى يستكمل جولته على البلدات الحدودية وفي هذا الإطار جال في النقورة بالقطاع الغربي للوقوف على أحوال البلدة وصولا إلى الموقع البحري الإسرائيلي في رأس النقورة وخط الطفافات في البحر نحن الآن في أقصى القطاع الغربي في بلدة النقورة وعلى أطراف بلدة النقورة من هنا إذا ما اقتربنا إلى الداخل نصل إلى موقع رأس النقورة الإسرائيلي وطبعا سندخله بعد قليل نحاول التفول وكذلك كما ترون تبدأ البلدات الحدودية المقورة علم الشعب الغيرى يارين البستان ومروحين والأعم بأنك إذا ما اتجهت مباشرة فإنك تتجه إلى فلسطين سندخل الآن إلى بلدة النقورة لنقف على أحوال هذه البلدة بهذه الحرب طبعا والتي لحقها بعض الدمار نتيجة الغرار الإسرائيلي طبعا هذا المنزل أصيب بغارة إسرائيلية في بلدة النقورة ما أدى إلى تدميره وكما نرى الدمار لحق بأكثر من وحدة سكنية بجانب هذا المنزل المدني الذي تعرض لغارات إسرائيلية موقع رأس النقورة الإسرائيلي هذا الموقع الذي هشم التجهيزات والتجسسية بشكل كبير تعرض للعديد من العمليات العسكرية هو نفس الموقع الذي تعرض لأول مرة استخدم فيه صاروخ الكورنيت المعدل والذي يلقب ألماس والذي يكون على رأسه كاميرا هجمت فيه آخر قبب الرادارات التي تم تهشيم في هذا الموقع هذا الموقع الذي تبدأ به المواقع الإسرائيلية من البحر وصولا إلى آخر نقطة في تلال كفرشوبا ومزارع شبع المحتلة كغير من المواقع الإسرائيلية تهشم تعرض للعديد من العمليات لا تحركات للجنود بداخله وكذلك أجهزتها التجسسية أصبحت تقريبا خارج الخدمة منذ فترة كنا نلاحظ منذ أيام بأن بيانات استهداف الأجهزة التجسسية تستمر من قبل المقاومة الإسلامية وهذا نابع من أن الجيش الإسرائيلي يحاول دائما إصلاح الأجهزة التجسسية والتجديدة ولكن المقاومة تقوم بإعادة استهدافة طبعا هذا الموقع موقع رأس النقورة ومحاذي لموقع جل العلام وهو يعتبر ببيانات المقاومة الإسلامية يسمى بالموقع البحري نظرا إلى خاصيته العسكرية بمراقبة البحر وتجهيزاتها التجسسية التي لا تراقب فقط البر بل يراقب أيضا كل التحركات بالبحر ويسعى إلى حماية المياه الفلسطينية المحتلة من أي عمليات قد تتعرض لها طبعا هذه النقطة هي آخر نقطة من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة على الجبهة الغربية أو على القطاع الغربي ومن هذه النقطة تقوم المقاومة بعملياتها وصولا إلى آخر نقطة من القطاع الشرقي في مزارع شبعة وتلال كفر شوبا طبعا بعين الكاميرا نرصد خط الطفافات الإسرائيلي هذا الخط الذي لديه لدى لبنان العديد من الاعتراضات عليه وهو إحدى النقاط المختلف عليها نظرا إلى أن إسرائيل تقرب هذه الطفافات أكثر من حدود فلسطين المحتلة وتدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية وهو أحد الأمور الموضوعة على طاولة المفاوضات لاسترجاع حق لبنان بمياهه الإقليمية علي مرتضى النقورة المياد ولمناسبة مرور أسبوع على مجزرة نبطية يقام احتفال تأبني في المدينة لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من هناك مراسلنا جمال الغرب جمال ضعنا في أجواء هذا الاحتفال التأبيني لا أرانا الله بأهلنا ولا أجواء أو هو بالأحرى احتفال تأبيني وتكريمي لشهداء مجزرة النبطية هذه المجزرة التي ارتكبها العدو الصحوني الأسبوع الماضي وتحديدا مساء الرابع عشر من شباط حيث أدت هذه المجزرة إلى ارتكاب أو بالأحرى إلى ارتقاء سبعة شهداء إضافة إلى عدد من الجرحة وتمكنت حينها فرق الدفاع المدني من إنقاذ أحد الأطفال والذي يبلغ من الأمر سبع سنوات وهو بحالة صحية جيدة هذا الاحتفال هو بدعوة من حركة أمل وكشافة الرسالة يشارك فيه ممثلين عن حزب الله ورؤساء بلديات المنطقة وسيكون هناك كلمة لرئيس مجلس النواب نبيه بر يلقيها عنه النائب هاني قبيسي المشاركون في هذا التأبين يؤكدون أن الدم المسفوك في غزة أو سواء في جنوب لبنان هو دم واحد وأن الدم الذي أريق في النبطية ظلما وعدوانا يضاف إلى السجل الإسرائيلي المليء بالإجرام والمجازر كما يشددون من خلال الكلمات التي ألقيت حتى الآن وهي كلمة العائلة وإمام البلدة على أنه بالرغم من المجازر التي يرتكبها الاحتلال إلا أنهم متمسكون بالمقاومة التي تشكل بالنسبة إليهم هوية وعقيدة وقناعة متجذرة ولا يمكن لأي أدوان أن يهزمهم بعد قليل ستبدأ كلمة النائب هاني قبيسي نعم شكرا جزيلا لك جمال الغربي من النبطية نظمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الجنوب جولة في المنشآت التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي بأنها بناء تحتية وعسكرية للمقاومة في الغازية جنوب لبنان جمال الغربي نحن أمام المنشآت التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الغازية والدعى بأنها منشآت عسكرية وبناء تحتية وبالمناسبة هذه المنشآت لا تبعد عن الطريق العام سوى أمطار قليلة نحن مؤسسة سهلها 11-12 سنة نتعاطى المولدات بتجارة الزيوت المستوضعات مفتوحة من الصباح حتى المساء سيارات وناس بتدخل وبتخرج مستحيل يكون في شيء ذا الدعاء من الكاذب أنه كل العالم شايف يشوفيه عندنا 48 هذا الكابوس دائما فيه اعتداءات دائما فيه ظلم وتدمير بالنهاية الظلم ما بدوم نحن قطعنا الشك باليقين وذهبنا إلى داخل هذه المنشآة لنرى المواد المشتعلة ويمكن أن نرى بشكل مباشر بأن هذه المواد المشتعلة هي عبارة عن زيوت معدنية وزيوت صناعية تستخدم للسيارات ولصناعة المولدات هذه منطقة صناعية مية بالمية وكل مؤسسة بتتدمر فيه خمسين عام اللي بيتدمروا معايا فيه مؤسسات فيها ميتان وثلاثمئة موظف معناتها ميتان وثلاثمئة عائل اللي بروحوا على بيت اللي بيقعدوا ببلع كل بلاشرهم مش كل واحد إذا نضرب محله يروح يقعد بالبيت ويقوله خلاص منه نرجع نجد منه نرجع نبني منه نرجع نخلي الصناعة ماشي والاقتصاد ماشي مثل ما شايفين مثل ما فيش شي اسمه منشآت عسكرية نحن شركة مولدات كهرباء ما بعرف افتراءات هاي دي الحمد لله عرب العالمين على كل شي حسبي الله ونعم الوكيل ما فينا نقول غير هيك جمع الغربي الغزيجة نب لبنان الميادين لليوم الثاني استأنفت محكمة العدل الدولية في لهاي الاستماع إلى مرافعات الدول بشأن عواقب الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين رئيس فريق محامي جنوب أفريقيا أكد أن ما يحدث في غزة يتنافى مع كرامة الإنسان وأن ممارسات إسرائيل في القطاع أكثر فضاعة من الفصل العنصري من جهته طالب سفير السعودي زياد بن معاشي بأن تصدر محكمة العدل حكما بعدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية مشيرا إلى اللانية لدى إسرائيل للتوصل إلى عملية تفاوض أما ممثل الجزائر فشدد على أن الاحتلال يمارس سياسة فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية في ظل صمت دولي ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مفادنا إلى لهاي موسى عاصي موسى ما الذي جرى في اليوم الثاني لهذه الجلسات في محكمة العدل الدولية موسى هل تسمعوني؟ يبدو أن موسى لا يسمعنا نعود لاستكمال هذه النشرة إذن خرجت تظاهرة داعمة لنضال الشعب الفلسطيني وقطاع غزة في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بوقف استهداف المستشفيات بشكل فوري إضافة إلى تهديدهم أو ترديدهم الهتفات المؤكدة أن فلسطين ستتحرر موسيقى ونعود مرة جديدة إلى موسى عاصي موفد الميدين إلى لاهاي موسى ما الذي جرى في اليوم الثاني لجلسات محكمة العدل الدولية خمس مداخلات حصلت قبل ظهر اليوم بدأنا بجنوب أفريقيا ثم الجزائر السعودية وهولندا وبلجيكا الملاحظ أن حتى الدول التي تعتبر حليفة لإسرائيل كهولندا على سبيل المثال كان لها مواقف متوازنة إلى حد ما خصوصا أن مواقف الدول التي تتحدث تحت إطار الشرعية الدولية وهو الهدف الذي من أجله توقع هذه الجلسات في لاهاي إذن هناك استناد واضح للقرارات الدولية واحترام القرارات الدولية وتطبيقها على أرض الواقع هولندا على سبيل المثال قالت أنه لا يمكن فرض أي سيادة على أرض المحتلة وعلى القوة المحتلة عدم تهجير سكان الأراضي المحتلة وأيضا نحن ملتزمون كما قال ممثل هولندا باحترام المواثيق الدولية وعلى كل الدول ضمان الامتثال لها موقف متقدم أكثر لممثل دولة بلجيكا الذي طلب إسرائيل بوقف الاحتلال فورا وبالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وبإزالة المستوطنات وبالتعويض على الفلسطينيين عن فترة الاحتلال إذن هذا موقف متقدم جدا لبلجيكا بلجيكا معروف خلال الأسبوع الماضية منذ اعتداءات إسرائيل منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي كان لها مواقف مهمة جدا إلى جانب الفلسطينيين وعبرت من خلال هذه المداخلة عن استقرار بالموقف البلجيكي لصالح الفلسطينيين المقدخلات السابقة لهذا اليوم كانت مداخلة جنوب أفريقيا والسعودية والجزائر وهنا تقاطع بالمواقف لوصف ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة حاليا بأنه إبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك مقارنة حصلت من قبل هذه الدول بين القرارات الدولية التي صدرت منذ العام 1948 وحتى اليوم وبينما يطبق على أرض الواقع من هجمات إسرائيلية واعتداءات إسرائيلية وقادم للأراضي الفلسطينية لسيما عدم اهتمام إسرائيل وحلفائها بأي تطبيق لمصادرها من قرارات منذ العام 1948 هذه الجلسات تستكمل بعد الظهر اليوم نتوقع أو ننتظر مداخلة البرازيل لمعرفة الموقف الذي ستتخذه هذه الدولة التي كما نعلم خلال الساعات الماضية كان لها توتر كبير مع إسرائيل على المستوى الديبلوماسي واستدعاء السفراء إذن اليوم سنسمع أيضا لمداخلة من تشيلي هذه الدولة أيضا لها مواقف متضامنة مع الفلسطينيين نحن أمام مجموعة من المداخلات هناك تقاطى حتى الدول كما ذكرت وعلمنا أيضا من بعض المصادر بأن مداخلة الولايات المتحدة الأمريكية المكتوبة التي أرسلت سابقا للمحكمة الدولية بأنها أيضا تطالب بالتزام القوانين الدولية موسى عاصي شكرا لك إلى اليمن حيث سهدف عضوان جوي أمريكي بريطاني منطقة الكدن في الحديدة بعد غارة أمس على منطقة الجبانة شمال المدينة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن وإلى ذلك أعلنت القوات المسلحة استهداف سفنتين أمريكيتين في خليج عدن باستخدام صواريخ بحرية مناسبة القوات المسلحة اليمنية كانت قد أعلنت استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن ضمن عمليات دعم وإسناد غزة والشعب الفلسطيني وطائرة أمريكية من دون طيار في الحديدة نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت من خلالهما سفينتين أمريكيتين في خليج عدن الأولى سيد شامبيون والأخرى نافيس فورتونا وقد كانت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله ليبلغ إجمال عمليات القوات المسلحة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أربع عمليات الأولى استهدفت سفينة بريطانية وقد أصفرت العملية عن إغراجها بشكل كامل بفضل الله والعملية الثانية استهدفت الطائرة الأمريكية امكيونين في أجواء محافظة الحديدة فيما العمليتين الأخيرتين استهدفتها سفينتين أمريكيتين يقترب كفاح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج لتجنب مواجهة اتهامات التجسس في الولايات المتحدة من نهايته عقب ملحمة قانونية مطولة في المملكة المتحدة تضمنت سبع سنوات من المنفى داخل استفارة أجنبية وخمس سنوات في السجن ووفق وكالة أسوشيدد بريس يواجه أسانج ما يمكن أن يكون جلسة المحكمة الأخيرة في لندن ابتداء من اليوم وبينما يحاول وقف تسليمه حددت المحكمة العليا يومين من المرافعات حول إذا ما كان بإمكانه الطلب من محكمة الاستئناف منع نقله وإن لم تسمح فمن الممكن تسليمه أكد الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو أن بلاده ستنضم إلى مجموعة بريكس قريبا مشيرا إلى أن التوجه لظهور النظام العالمي الجديد وتوحيد هذه المجموعة لا رجعت فيه وقال في برنامجه الأسبوعي إنه لا يمكن الاعتماد على الأمريكيين على الإطلاق مشددا على أنه لا يوجد تهديد ولا إنذار ولا عقوبات يمكنها أن توقف الشعب الفنزولي الذي قاتل من أجل الاستقلال ضد الاستعمار وإنهاء أي شكل من أشكال الهيمنة يجري وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف محادثات في العاصمة الفنزولية كاراكاس ضمن جولة له في أمريكا اللاتينية عقب لقائه المسؤولين في كوبا ومن المقرر أن يعقد محادثات مع الرئيس نيكولاس مادورو ونائبته ديلسي رودريغيز إلى جانب نظيره الفنزولي إيفانجيل وكانت الخارجية الروسية قد أشارت عشية الزيارة إلى أن تطوير الشركات الاستراتيجية والحوار السياسي والمشاريع المشتركة مدرج في جدول الأعمال على أن يتوجه الوزير الروسي إلى البرازيل بعد فنزولا لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين لفروف كان اختتم زيارته الرسمية لكوبا بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين حيث التقى الرئيس الكوبي ونظيره برونو رودريغيز باريا تقرير عروى محمود من كوبا الحليف التاريخي للاتحاد السوفيتي وبعده لروسيا استهل وزير الخارجية الروسي سرغيل أفروف جولته في أمريكا اللاتينية زيارة توجت بلقاء الرئيس ميغيل دياسكانيل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطابق مواقفهما في العديد من القضايا الدولية كان أهم مواضع الزيارة فيما لم تغب عنها القضية الفلسطينية نحن نرى في روسيا صديقا كبيرا وحليفا قريبا تربطنا به علاقات تاريخية أنا متأكد أن وجودكم هنا سيسمح لكم بالاطلاع على الحالة الممتازة لعلاقاتنا ثنائية خلال ما يقارب الخمسة أشهر من العمل العسكري في قطاع غزة تجاوز عدد الضحايا من الأطفال والنساء ما تخلفه حروب لسنوات عديدة نريد مساعدة الطرفين للتوصل لوقف لإطلاق النار لكن للأسف الولايات المتحدة تعيق جميع المبادرات بهذا الخصوص كوبا التي تعالي حصارا أمريكيا وأوضاعا معيشية صعبة تعول على دعم موسكو ولسيما أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا متسارعا ولافتا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الكوبي لروسيا قبل عامين هذه الزيارة تساهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين التي تشهد تقدما خلال السنوات السابقة في وقت يتغير فيه العالم ويمكن أن يسفر عنها اتفاقيات مفيدة خاصة في السياق الاقتصادي المعقد الذي نعيشه بسبب تشجيد الحصار المفروض على كوبا على نحو كبير من قبل الولايات المتحدة من كوبا غادر لافروغ متجها إلى فانزويلا وبعدها إلى البرازيل جولة تشمل دولا تناهد الهيمنة الأمريكية وتعتبرها الجارة الشمالية جزءا من خطوطها الحمر أمام نفوذ الدول الأخرى تعزيز موسكو علاقاتها بدول تعتبرها واشنطن حديقة خلفية لها يعد أمرا جوهريا لا سيما في ظل المواجهة الكبرى بين الأطلسي وروسيا التي تسعى بدورها لتكوين اتحاد لمواجهة الابتزازي الذي يمارسه الغرب بفرضه العقوبات عروة محمود هافانا الميادين أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد مع عبدالله ظاهر مجددا يعطيك العافية عبدالله مرحبا فوتون شكرا أهلا بكم تقلص الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% في الربع الأخير من عام 2023 بحسب صحيفة فينيشل تايمز البريطانية التي أشارت إلى انخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي وسببه تعبئة مئات الألاف من جنود الاحتياط الإسرائيليين للقتال ورعاية الحكومة لإسكان أكثر من 120 ألف إسرائيلي تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية مع غزة ولبنان إلى ذلك حذرت الأمم المتحدة من انفجار في عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة نتيجة النقص المقلق في الغذاء وسوء التغذية المتفشي والانتشار السريع للأمراض وأكدت الأمم المتحدة أن جميع الأطفال الصغار يعانون أمراضا معدية مع ندرة الغذاء والمياه النظيفة بشكل كبير في القطاع وأن أكثر من 15% من الأطفال دون سن الثانية أو واحدا من كل ستة أطفال يعانون سوء التغذية الحاد في شمال غزة وهم محرمون بالكامل تقريبا من المساعدات الإنسانية قال المتحدث باسم الأونر وعدنان أبو حسنة أن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تراجع بصورة كبيرة بسبب إغلاق متظاهرين إسرائيليين معبر كرم أبو سالم ومنعهم إدخال المساعدات وذكر أبو حسنة بحسب إحصاءات الأونر وأن ثلاثة من أصل أربعة فلسطينيين في غزة يشربون مياه ملوثة وهذا يؤدي إلى انتشار أمراض الكبد الوبائي والتهاء باستحايا وكثير من الأمراض التي اندثرت لكنها تعود مرة أخرى إلى القطاع أعلنت منظمة سيرناوتو الإسبانية لموردي السيارات تأثر بعض شركاته صناعة السيارات في إسبانيا جراء اضطرابات البحر الأحمر وبحسب المنظمة فقد تكبدت شركات تصنيع السيارات خسائر بملايين الدولارات لسببين الأول زيادة تكليف الشحن أما الثاني فيتمثل في تأخر وصول مكونات تصنيع السيارات أو المواد الخام اللازمة لتصنيعها وقد أدى تغيير مسارات شحن البضاع إلى قطع سفن الشحن مسافات أطول وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة رحلات الشحن بنسبة 100% يعقد وزراء النقل في دول مجموعة السبع مؤتمرا عبر الانترنت اليوم الثلاثاء لبحث أزمة البحر الأحمر وتأثيرها في حركة الملاحة البحرية وفق وزارة النقل اليابانية سينضم الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية ومنتدى النقل الدولي إلى ممثلين من المجموعة لتبادل المعلومات ومناقشة بيان المشترك يصدر عن المجتمعين رجح البنك المركزي للمنيين كماشا الاقتصاد بشكل ضئيل في الربع الأول من العام الحالي متسببا بركود في أكبر اقتصاد أوروبي ويرجح المركزي أن يتراجع الناتج الاقتصادي مجددا بشكل طفيف مشيرا إلى سلسلة مشاكل تواجه ألمانيا انطلاقا من طباط الطلب الخارجي وتراجع انفاق المستالكين والاستثمار وتأثر الاقتصاد بموجة إضرابات نظمها قطع سكك الحديد والطيران وكانت نقابة العمال الألمانية فيردي نفذت إضرابها التحذيري والذي يستمر اليوم واحد للموظفين في شركة لفتهانزا الألمانية بسبب تعثر المفاوضات بين العمال والإدارة وفي عقاب الإضراب تواجه ألمانيا اضطرابات جديدة في حركة السفر فيما عمد عدد كبير من المسافرين إلى إلغاء حجوزاتهم أو تأجيلها وتجدر الإشارة إلى أن الإضراب يطل مراكز لفتهانزا في فرانكفورت وميونيخ بالإضافة إلى مطارات ألمانية أخرى هذه الظاهرة انتهت لتفاصيل أوفة حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغات العربية الإنجليزية والإسبانية إلى اللقاء دمتم سالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة